السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وصل وصل ونا سيدنا محمد وعلى أله وصحابه أجمعين ان شاء الله هنتكلم عن ماتش النادي الأهلي ونادي سامبا التنزاني ماتش العودة بعد مالماتش الأولاني خلص بفوز النادي الأهلي 1-0 وان شاء الله هنبدأ كلامنا بالماتش الأولاني الماتش الأولاني كان ماتش صعبي جداً للنادي الأهلي ولكن الأهلي قدر يستغلوا الزروف والهدف اللي زجله بدري فارق جداً معاه ماتش دوت سبب الفوز فيه اتنين كولر مصطفا شوبير نجم اللقاء الاول سبعة صديات منهم اربعة داخل منطقة الجزاء مصطفا شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر وبدأ النادي الاهلي ماتش بطريقة مثالية وقدر يقفل على النادي سيمب اول 25 ديئة كده من 25 ل 30 ديئة النادي الاهلي عمل 30 ديئة مثالية ما فيهش غلطة العيبة واقفة هرايا من بعض ما فيهش اختراكات اللي ظهرت من بعد 30 ديئة ظهر كمة اختراكات في العمق كبيرة جدا مصطفا شوبير شال كتير ولكن وقدش العودة يبقى بنفس الشكل وبنفس عدد الاختراكات كولر بدأ بكل حاجة صحة معادة مودست مودست كان عبق على النادي الاهلي بالذات في حالة الضغط مودست ما كانش بقدر يساعد زميله كان بضطر النادي الاهلي ان هو يستغنى عن واحد في خط الوسط عشان خاطر يغطي الضغط اللي كان مفروض مودست يقوم بيه فاعتقد ان وجود كهربا في الماتش اللي جاي ضروري بالذات ان كهربا لما نزل بديل كان مؤثر وكمان تغييرات كولر كانت موفقة جدا وفي وقت كويس وممكن يكونوا تأخر شوية ولكن كانت موفقة ريدا سليم لعيب ما ينفعش يوعدك لبيرستاو تاني بالذات في سوق مستوى بيرستاو بيرستاو عمل ماتش من اسوأ مبارياته مع النادي الاهلي وممكن تكون في تاريخه بيرستاو ما قديبش اي حاجة تقدر تفيد النادي الاهلي ولا في الحالة الهجومية ولا في الحالة الدفاعية ونتكلم عن صاحب الهدف كوكا كوكا لعيب كويس جدا بصراحة كان من نجوم اللقاء وهو الاعلى تقييما في المباراكة كل لعيب فكرني بحمدي فتحي في اي حيث تتلاقيه علي معلول زايد بيغطي وراه محمد هاني زايد بيغطي وراه مرعون عطية زايد بيغطي وراه موجود ما بين قلبن الدفاع موجود ما بين ربيعة ومحمد هاني الصراحة عمل ماتش وميز نسخة مصغرة من حمدي فتح من وجهة نظري الزايد في التكملة الهجومية والتكملة الدفاعية فكرني بيه كوكا لعيب صاحب مستقبل كبير علي معلول من وجهة نظري تاني افضل لعيب في الماتش بعد مصطف شبير علي معلول عمل ماتش بقى لي كثير اوه مشود شعالي معلول بالمستوى ده تاني اعلى لعيبة تقييما بعد محمد عبد المنعم ولكن كان الافضل كولر كولر قدر يابض حقه من عبد الحق بن شيخ بعد ما كسبه في اول الموسم الحالي وضيع عليه اول بطولة وهي السوبر الافريكي لما كان عبد الحق ماسك اتحاد العصم وضيع النادي الاهلي اول بطولة في الموسم الحالي كولر عرف يستغل الظروف وقضى ريكس في ملعب صعب فمبارة كانت مشحونة من قبل ما تبدأ من رئيس النادي لمتحدث الرسمي للجمهور سيمبا بلعب بشكل خطتي اربعة اتنين تلاتة واحد ولكن في الحالة الهجومية بتتحول الطريقة ديت لتنين اربعة اربعة لان دينيس وقنانا وانجين نادي سيمبا بيدخلوا في العمق مع المهاجم سعيدي فده بيخلي في مساحة في الجناب للباكات الرايت باك او الليفت باك فده بيشكل عب على خط الدفاع وكمان تلات لعيبة في العمق وكمان لعيبة كورة كويسة جدا شبه دينيس وسعيدي وقنانا يقدروا يعملوا خلال في خط الدفاع اي فريق وكمان في وجود مساحة ما بين خط الدفاع ولعيبة الوسط في النادي الاهلي فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا وده اللي باهم في المباراة الاولى سيمبا بيعتمد على طرقتين في اللعب وهي ان هو يخلق كسافة عددية في منطقة الزون فورتين بثلاث لعيبة دينيس وسعيدي وقنانا يئمة بيجمع اللعب في مكان ويعمل لونجوباص في ظهر خط الدفاع فيخلق مشكلة للفريق المنافس ومن نقطة الضعف في نادي سيمبا هي التحولات الهجومية نادي سيمبا في التحولات الهجومية بيبقى ضعيف جدا لانه هو بيهاجم بعدد كبير جدا من اللعيبة فده بيقل العدد المدفعين فبيخلق مشكلة كبيرة جدا بالذات الاطراف اطراف نادي سيمبا في الحالة الدفاعية سيئين جدا لانه هم بيبقوا في مواقف صعبة بسبب وجود الباكات في الحالة الهجومية بشكل دائم فده في وجود ونجاد سريعة في النادي الاهلي يقدر يخلق مشاكل كبيرة جدا زي ما حصل في الهدف اللي جابه النادي الاهلي وكمان لعيبة نادي سيمبا في الواحد على واحد سيئين جدا تقدر تعدي منهم بكل سهولة ولو ضغط عليهم والكورة معاهم هتقدر تستخلصها بكل سهولة فكل دي مشاكل لمصلحة النادي الاهلي ويقدر يستغلها كويس جدا وبسهولة النادي الاهلي هو صاحب اليد العليا في المباراة لانه هو قدر يكسب نادي سيمبا على ارضه فالضغط على نادي سيمبا وده لمصلحة النادي الاهلي النادي الاهلي انه هو يستغل الافضلية وما تكونش عيب ازاي؟ يعني النادي الاهلي ينزل كأنه خسرهم مش كأنه كسبان ينزل كأنه محتاج المكسب اكتر من سيمبا فبالتالي هيدي انطباع عند لعبة سيمبا ان النادي الاهلي مش نازل يهزر معانا ولا نازل متطمن بالفوز اللي حقق على ارضنا لأ ده نازل يضغط علينا ويكسب كأنه خسران فبالتالي يقدر يسجل هدف مبكر يربك حسابات سيمبا زي ما عمل في الموضش الاولان وحزاري من استقبال هدف مبكر وأكيد الغيابات اللي في سفوف النادي الاهلي هتأثر عليه بالذات امام عشور وجود امام عشور في مباراشة بهديت هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي لو كان موجود لان امام اللعيب الجريئة جدا اللي تقدر تحولك من الحالة دفعية لحالة هجومية بباص واحد بس سواء لونج باص او ياخد الكورة ويزيد امام لعيب جريئ فيقدر يخلق خطورة في اي موقف هو فيه في الملعب حتى لو كان في نص ملعب النادي الاهلي امام لعيب زكي وده اللعيب اللي كان ناقص النادي الاهلي في خط الوسط والتشكيل المناسب للنادي الاهلي في مبارات سنبا مصطفى شبير في هراستر مرمى علي معلول باك شمال البندفاع عبد المنعم ورامي ربيعة باك يمين محمد هاني قدام منهم ثلاثة عطية السولية كوكا قدام منهم ثلاثة الشحات وينج يمين ريدا سليم وينج شمال كهربا مهاجم ليه كهربا مش موتست كهربا دي متوشته نقطة ضعف سنبا التحولات كهربا سريع نقطة ضعف سنبا الاطراف ريدا سليم سريع فلازم كولر يعيد حساباته ويفكر في النقطة دي كويس كمان بيرسي تاو مستوى سيء جد وقدم ماتش سيء بالاركام وبالمستوى بكل حاجة بيرسي تاو مش في الفورما خالص فالرضا أولى بالفرصة والرضا لما نزل في الماتش بديل شكل خطورة وقدر يقف على الكورة وياخد أخطاء يهدي بها الرتل ويلعب الفريق وكان شكل كويس أحسن من بيرسي تاو اللعب أكتر من ستين دقيقة بدون أي شكل السلية لازم يبدأ على حساب أفشة لأن السلية عنده الحلطة الدفاعية أعلى من أفشة ولكن أفشة بديل مميز ولو وسام أبو علي جاهز يقدر يشارك بديل مكان كهربا وهيكون ورقة ربحة في دكة كولر علي معلول لو فرما أضمن لك أنه هو هيشكل خطورة كبيرة جدا على خط دفاع سنبا السيء جدا وفي الآخر نتمنى التوفيق للنادي الأهلي وإن شاء الله هيصعد بسهولة السلام عليكم